صديقة الطلبة فاطمة رشدي رائدة مهمة في مجال المسرح والسينما وتعرفت على عزيز عيد اللي قرر يتبناها فنيا قبلها مدرس عربي يعلمها الإراية والكتابة وما خارج الألفاظ ودها المسرح رامسيس ليوسف وهبي ووحدة وحدة أدوارها بقت بتكبر وبقت بتلعب الأدوار الرئيسية حققت نجاح كبير في الفرقة لدرجة أنه هم أطلقوا عليها سارة برنار الشر عشان هي كانت بتأدي نفس الأدوار اللي اشتارت بيها ممثلة المسرح الفرنسية سارة برنار طموحها كبر لحد ما في يوم قررت تأسس لنفسها فرقة خاصة فرقة فاطمة رشدي مسرح فاطمة رشدي كان منافس قوي لمسرح رامسيس اشتارت فاطمة رشدي بلقب صديقة الطلبة لأنها كانت بتدخل طلاب المدارس والجامعات يتفرجوا على عروض ببلاش وللأسف كانت نهايتها مأساوية